يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم اولا باش نقدموا لكم فطائر فطائر روسية كتتحضر بالبن ماشي بالحليب خصا شي مرات كيكون عدنا البن موجود علاش لا نوجدو به بعض الوصفات ماشي غير هاد الفطائر اللي كتتوجد بالبن كيني العديد من الوصفات اللذيدة والرائعة اللي كتتوجد بالبن غا قدمها لكم ان شاء الله في القناة مهم هاد الفطائر طيبتم انا والزوج ديالي غا تشوفوا في هاد الفيديو كيف ذر ليهم الطياب وتقولوا لي واش عرفي الطيب ولا لا مهم الان غا نبدأ معكم مقادر تحضير هاد الوصفة غادي نحتاجوا جوشت المعالق ديال سكر ساني داع ولا سكر حبيبات انا الناس اللي ما كتعجبنيش الحلاوة بزاف يلا لاحطوا قاع الوصفات ديالي ما كنكترش فيها السكر مهم جوشت المعالق اللي درت غا ندير نصف لتر مين اللبن وغادي نضيف كيس من خميرة الحلويات انا كنستعملها بلا بيد وكتجيز بنا البيض يعني الفائدة ديالو في هاد الوصفة يعطيكو بحجم كبير ديال هاد الفطائر يعني كتزيد كتنصافخ غادي ندير واحد الكيس من خميرة الحلويات او لالبيكانت باودر نضيف المكونات مع بعض الهواء نضيف المكونات مع بعض الهواء نضيف المكونات مع بعض الهواء نضيف المصادر من الزيت نحتاج 400 غ بالطبط تقريبا هما كيجوا بحل شكل البانك كيك تقريبا يعني هما كيجوا من فوخين يعني هاد البن اللي كان ديرو كي يعطيهم واحد الشكل اللي يزوين بزاف غادي نبدأ بإضافة الدقيق وغا نستمر في المزج ديال هاد المكونات ضروري ما خاشو بقعدنا نهائيا الحبيبات ديال الدقيق في الخالات كان بقاوا نخلطهم زيان زيان بالطراب اليدوي الضقيق ما كان ضيفوش يعني مرة واحدة كان بقاوا نضيفوه بشوية بشوية حسا كتلاحظوا معي يعني كاس بدي يدو بقعد الحبيبات ديال الدقيق اللي عندنا إلا ضفناها مرة واحدة كيجي صعيبة دوك الحبيبات كيكترو وما كيبغوش يتحيدو يعني بقاوا نضيفو الدقيق بشوية بشوية وكتخلطو حتى كيندمج مزيان مع الخليط ديالنا كما كتلاحظوا معي فانا كان خبطت الخلط باش كيتخلط مزيان وغادي ولي معاكم بهاد الشكل كما كتلاحظوا هناخدو ميقلات غير لاسيقة الميقلات اللي تقريبا بحلي كنديرو فيها البغرير كندهنوها بشوية زيت كما كتلاحظوا معي فقط قطيرة ديال الزيت اللي كنديرو اولا كترشوم عليها سبراي ديال الزيت وكان بدهو نحطو الفطائر في الميقلات بعد ما كتحطو يعني الفطائر كاملة ديالكم في الميقلات ضروري اما غادي تديرو الغطاء ديال الميقلات يلا كان عندكم او لا تديرو الغطاء ديال شي حاجة مهم ضروري تغطيو الميقلات من الفوق باش كيطيبو لان العجينة كتكون شوية غليدة باش ما سبقاش لكم خضراء من الداخل ضروري ما تغطيوها باش طيب اما تديرو الغطاء ديال الميقلات كما قلت او لا غادي تديرو يعني شي حاجة انا هنا غطيتو غير بالغطاء ديال واحد اللي كاسروا لاندي باش غطيتو مو ما صورتوش لكم في فيديو ولا كرة ضروري ما كتغطيوهم باش كيطيبو بالنسبة للعافية فكتكون نار مهيلة عن طيب انا اللي ولا عدا نوريكم الضوش ديالي العافية كتكون مهيلة باش ما كيتحرقوش في نفس الوقت فكي ياخدو الوقت ديالهم في الطاهي انا تقريبا مراحل الطاهي صورتها لكم كاملة يعني باش ميجيكم شمع الجنين من الداخل ويجيكم شكلية لهم مذيان فصورت لكم مراحل الطاهي بكاملها كيف ما كتلاحظو معايا الان بدو كينتافخو عفوا وبدات كتبالينا واحد الحمورية في جناب ديالهم بهات شكل يعني يرا هم تحمروا لينا كاس بدو كتقلبوهم بهات شكل فاش كتقلبوهم كاس عاودو تغطوهم باش كيزيدو كيكملو طياب ديالهم وكيجيو يعني مفشفشين من الداخل كما كان قولو اه مهم اهم حاجة تعطوهم حقهم في الطياب ما تزربوش عليهم ما تجهدوش عليهم البوطة بتجيكم النتيجة رائعة ورا ما تياخدوش زعمه ومدة طويلة في الطياب غير فقط يعني مني كتغطيو المقلات تراهم كيتافخو كيجيو طيبين مزيان نعني نوريكم مشكل ديالهم يعني من الجوانب كيباش كيجيو وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديالهم فسح نتقديم كيجيو لدادين كيب كليكم تحلوهم تعمرهم باي حاجة بغيتور كرانفيتور شكولات اي حاجة تقدروا تعمرهم متبح وجمال حين يعني فرماج ولا شخ كيطخي ولا شي تخربيقها هكا مهم تعمروا بيال داخل كيجيو لدادين بزاف اولا تحطوهم هكا الفطورت الصباح ولا القوتي مفغيمو كيجيو لدادين مهم كانت مني تعجبكم هاد الوصفة سهلة وسريعة ويكون اجبكم هاد الفيديو اللي قدمت لكم اليوم كيفما قلت لكم هناك العديد والعديد من الوصفات اللي كانستعمل فيها البن من مين الوصفات اللي كانستعمل بها البن هما هاد لي ما فين اللي كيبانو معاكم حتى هادو كان مجدهم بالبن بلا بيض بلا بيض بلا دقيقو بالبن وكيجيو لدادين وزوينين بزاف مهم هدبارة باقين سخانين بزاف انا عاد خرجهم من الفران باقين كيحرقو كونت حتى هم موجدتهم واغول زمان نشارك معاكم الصورة ديالهم ان شاء الله يعني قريبا نقدر ندر لكم شي فيديو نصور لكم هادو ما صورتهمش وكي ان شاء الله نقدر ندر لكم شي فيديو نصور لكم في هاد لي ما فين حيط صراحة كيجيو كيجيو بنانين وسهلين تحضيرو كيخرجو لك يعني كيمية وافيرة من لي ما فين وكيعجبو الوليدات الصغار يقدروا اددوهم معهم المدراسة ديالهم ولا الوليدات كيعجبوهم بحال هاد الحويجات خصوصا الى درتي لهم الفوق شوية الشكلات ولا شوية الكوكا ولا شوية اللوز هاد شي كيعجب لوليدات مهم كيكون هادي الوصفة ديال اليوما كانت منا يكون هاد الفيديو نا الاعجاب ديالكم ما تنساوش الى اعجبكم فيديو تدرولو لايك تبغتاجي ولا فيديو ايضا تشتركوا في القناة بالنسبة للناس الجدادين وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة خليوا لي تعليقات ديالكم قلوا ليشكل طيب زيان والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا اعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت او زوروا موقعنا على الانترنت ستجدون الرواب طلوات الله عليك